كبير أنا عارف أن هو كبير وأبعاده مختلفة لكن نموذج ساطع النعماني الناس كلها كانت متأثرة جداً بشخصه وبقصته وبفترة علاجه وبإصابته حتى وفاته إزاي حضرتك بتنظر لهذه النموذج يا أساس حمدي وفي أي سياق بتضع هؤلاء هو فعلاً ساطع النعماني تحول إلى نموذج حقيقي زي ما أنت قلت نموذج لإيه؟ لأداء الواجب لآخر لحظة نموذج لإيه كمان؟ للاستعداد للتضحية بالنفس وبكل شيء في سبيل البلد نموذج لإيه؟ أن عندما تعدس أصابة وأصابة غير عادية يتحمل ويتماسك ويبقى كل أمله أنه لو فيه فرصة يرجع تاني لأداء واجبه أو أنه لو استشهد فده سيكون أفضل نهاية وأفضل كذا ليه كل هذه الصفات تجسد معنى النموذج اللي تمثل فيه شخصية ساطع النعماني والحقيقة هو ساطع معروف للجميع هو كان نائب مأمور اسم بولاء والمنطقة اللي فاها بين السرايات والجامعة وكله محيط ميدان النهضة اللي كان فيه أحداث في 2013 واللي أراد ربنا أن هذا الميدان ميدان النهضة يحمل اسمه حالياً دلوقتي إنما هو لما عرف أن انتأخذت بالك يا سامدي بعد فكرة التسمية دي يعني ربعة ميدان ربعة أيها وميدان النهضة يتسامه بأسماء مين؟ النائب العام السابق شخص مركات والشيء ساطع النوم ملحوظة زكية جداً منك وده حقيقة وده حقيقة يعني فهو الحقيقة لما لقى أن دخلوا من بين السرايات وبيحاول يحتلوا جزء من مبنى جامعة القاهرة راح وتصدى وشاف طبعاً أن الجماعة الإرهابية شغالين بالضرب والرصاص للأهالي عشان يقدرهم يقتحموا المكان هو دخل ويعني بيحاول فكانت الأصابة اللي في فكه وفي سدره وصابة خطيرة جداً وبعدين يكفي أنه قاعد في رحلة علاج قاسية سنة ونص منهم 92 يوم في غيبوبة كاملة وأول ما يفوق يقول أنا لو استوشهدت أحب أحسن النهاية ليه الحقيقة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص تعلم كيف تقدم العرفان والوفاء لأبطالها اللي بيقدموا هذا النموذج الرائع سواء من رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو الموطنين العاديين أنت تذكر هشام أنه أول ما رجع ساطع من العلاج بعد سنة ونص من سويسرا الرئيس شافه وقبل رأسه أي الحقيقة الصورة لا تنسى وتم يعني تقدمه للناس وهو يتكلم ويأخذ بالك الفرق الناس دي كمان يوصحام دي ما بيكونش عندهم البلاغة اشتركوا في القناة